عدم الثقة سمة باتت تطبع العلاقات بين الولايات المتحدة والصين فالدولتان العظميان تتنافسان على صدارة العالم اقتصادياً آخر فصول النزال بينهما تمثل في منطاض يعتقد أن الصين أرسلته إلى سماء الولايات المتحدة بغرض التجسس لما حدا بواشنطن لإسقاطه وتشتبه وسائل إعلام أمريكية أن المنطاض جزء من منظومة تجسس صينية متكاملة وتغطي مناطق واسعة حول العالم وزير الخارجية الأمريكي بلينكين ألغى زيارته إلى الصين خطوة ستؤثر لا محالة على العلاقات المثقلة أصلاً بالخلافات بين بيكين وواشنطن لذلك نتساءل في حلقة هذا الأسبوع من بتوقيت برلين بين واشنطن وبيكين ماذا وافع التصعيد؟ أرحب بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم بتوقيت برلين كما أرحب بضيوفنا الكرام وهم جهاد جيرجيس الصحفي والباحثة السياسي وليد الشيخ الصحفي والمحلل السياسي وينضم إلينا من بيكين عبر خدمة سكايب الأستاذ نادر رونغ وأن الصحفي والخبير في شأن الصيني أهلاً بكم جميعاً ضيوفنا الكرام أبدأ معك وليد تسعى الصين حالياً للخروج من عزلة استمرت ثلاث سنوات بسبب كورونا إلى أي مدى عرقل جهودها ذات الصلة هذا الخلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب المنطاد لا أعتقد أن ملف المنطاد سيعقد كثيراً من العلاقات الأمريكية الصينية أو سيزيد العزلة الصينية في العالم بعد مسألة كورونا لأن مسألة المنطاد قديمة ومكررة وهي أساساً نمط تقليدي في التجسس لأنه أرخص وأدق من الأقمار الصناعية ونتذكر كثيراً ما كانت تفعله الولايات المتحدة وروسيا في التجسس المتبادل بالمناطيد لكن أزمة المنطاد أنه يعكس خطوة في العلاقات الصينية الأمريكية السيئة المتبادلة أو في الصراع الصيني الأمريكي الذي يتجاوز بكثير أكد أقول أن مسألة المنطاد أقل خطوات خطورة هناك أزمات كبيرة جداً لا علاقة بتايوان لا علاقة بالتواجد في بحر الصين الجنوبي لا علاقة في المحيط الهادي والمحيط الهادي والمحيط الهندي وأيضاً في مسألة الصراع على البيانات والمعلومات وهذا ملف كبير وخطير جداً بالإضافة للصين وما تحاول أن تفعله في الاختراق المتعدد سواء لبعض دول أوروبا ونحن رأينا ذلك مؤخراً أو حتى لأفريقيا وأيضاً مشروع الحزام والحرير وفكرة التحالفات الكبرى التي تقوم بها الصين للزحف نحن نعرف أن الصين تقوم ليست على المواجهة بل على نظرية التغلغل والابتلاع ويتسير في ذلك بصورة حتيظة إذن أنت ترى بأن أزمة البالون هي أزمة صغيرة مقارنة بالملفات الخلافية بين الطرفين أستاذ نادر أجدد الترحاب بك تقول الصين إن مهمة هذا البالون هي لأغراض علمية صرفة لماذا لم تعلن بكين عن مهمتها على الأقل للولايات المتحدة الأمريكية؟ لأن هذا الصين عندما اكتشفت الولايات المتحدة هذا المنتظ على فوق أجواء الجوية لها فأبلغت الصين وفي تلك اللحظة الصين يعرفت هذا الأمر وقام بالتحقيقات وثم وجد أن هذا هو البالون الصيني وقبل ذلك الصين أيضا ليس لديها دراية بهذا الأمر ولا تعرف أن هذا البالون قد انحرفت عن المصاري المخطط هل أفهم منك بأن الصين ترسل مناطيذ بهذا الشكل نحو الفضاء وهي لا تتحكم في مسارتها؟ أم ما حقيقة هذه الأبحاث أو ما خلفية هذه الأبحاث التي تتحدث عنها الصين؟ طبعا هناك مثل هذه المناطيذ لإخصاد الجوية هناك كثير منتشرة في العالم وأيضا من الصحل من الصعب التحكم في اتجاه السيري فلذلك هذه الحادثة فقط هي حادثة غير متوقعة والصين لم تنفي ذلك وطبعا لن تنفي الانتحاك لأجواء الدولة الجوية لأي دولة تتسيادة طيب إذن الصين لم ترسل هذه المناطيذ أستاذ جهاد عن سبق إصرار وترصد تجاه الولايات المتحدة الأمريكية وقد رصد منتاض ما يعزز ما ذهب إليه الأستاذ نادر رصد منتاض في أجواء أمريكا اللاتينية وجود هذين المنطاضين بالتزامن في هذه المنطقة الجغرافية من العالم هل يعزز رواية الصين أم رواية الولايات المتحدة الأمريكية؟ لن نستطيع عادة أن نتكل على المعلومات التي تطلقها الدول خصوصا عندما تصبح الأمور خارجا عن السيطرة على سبيل المثال يقول الأمريكيون أنه ليس المنطاض الأول لكن هذا المنطاض أخذ هذا الحجم من التداول لأنه أصبح مرئيا من الجميع لو كان الفعل سرا لما كان عرف به ولكن التجسس سواء كان بالمنطاض أو بغيره كلنا نعرف أن التجسس على قدم وساق بين كل الدول الولايات المتحدة الأمريكية والصين وكل الدول دون استثناء والولايات المتحدة تسير طائرات التجسس قرب الصين إن لم نقل فوقها تتجسس بالأقمار الصناعية وكذلك تفعل الصين ولكن المنطاض له ميزة هي أنه بطيء جدا وبالتالي أربع أو خمسة مناطيد يمكنها تغطية المكان 24 ساعة على 24 بعكس أسلوب الأقمار الصناعية لذلك قصة التجسس هي من أسس الدول وحتى إن كان التجسس علميا كما يقول الصينيون نحن نعرف أن قصص التجسس الشهيرة بين الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة الأمريكية كانت بمعظمها تجسس على الصناعة وعلى العلوم وعلى آخر الاكتشافات وهذا أمر من ألف باء الأنظمة والصرع بين الدول ولكن عندما يكون النظام غير ديمقراطي لا يمكننا أخذ المعلومات بثقة وأكبر مثال على ذلك أزمة الكورونا أزمة الكوفيد 19 في الصين على أساس أن الصين تغلبت عليها ولم تكن عندها والآن نعود للأسف إلى النقطة الصفر إلى المربع الأول هل تتفق مع من يرى بأن أساليب التجسس الأمريكية أدها وأكثر دقة من نظرتها الصينية؟ بكل تأكيد عندما تكون الدولة متطورة تقنياً وعلمياً وتكنولوجياً لديها أمكانات أكبر بالتجسس لأن التجسس هو مجال من بين المجالات الذي يتطلب تكنولوجيا أكثر والتكنولوجيا يمكن أن تساعد فيه أكثر طبعاً طيب إذن لنستعرض وجهات النظر المتبينة هل كان المنطاد منطاد تجسس أم أنها قصة من نسج الخيال كما تقول الصين؟ وهل كان هذا المنطاد تائهاً كما تزعم الصين أيضاً؟ أم جسساً طائراً؟ وجب إسقاطه كما تقول واشنطن نتابع إسقاط منطاد صيني من قبل طائرات مقاتلة أمريكية بدد الآمال في تحقيق تقارب سريع بين الصين والولايات المتحدة بالنسبة للإدارة الأمريكية يبدو واضحاً أنها عملية تجسس ولكن لماذا؟ بواسطة منطاد بينما يرى بعض الخبراء أنها وسيلة قديمة للتجسس يرى آخرون أن المناطيض منصة مناسبة للمراقبة في الماضي قيل إن الصين تجسست مراراً على منشآت عسكرية أمريكية بهذه الطريقة ما يميز المناطيض عن الأقمار الصناعية هو أنها تحلق على ارتفاعات منخفضة بكثير ويصعب على الرادارات تحديد موقعها كما يمكنها أن تبقى غير ملحوظة في مكان واحد لفترة طويلة وتقوم بالتالي بالتجسس على أهداف عسكرية أو تجارب صواريخ أما الأقمار الصناعية فلا يمكنها القيام بذلك إلا أثناء التحليق ومن ارتفاعات عالية كما أن هذه المناطيض قادرة على اعتراض اتصالات العدو فهل سيؤدي إسقاط من طاضي الصيني إلى مزيد من التدهور في العلاقات الصينية الأمريكية؟ إذن سؤال وجيه أحيله عليك وليد هل يزيد تدمير البالون من منسوب التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين؟ لا أعتقد ذلك البالون أساسا تكاليفه رخيصة جدا فخساراته ليست مكلفة كثيرا بالإضافة أن ما تقول الصين بصراحة مستفز أنك ترسل عديد من المناطيض لعديد من خمس قارات العالم ومنها في اليابان كان منطادين في 2020 وفي الهند ونيبال والفليبين ودول عديدة وبما فيها أمريكا اللاتينية كوستريكا وكولومبيا ثم تقول أن هذه أغراض علمية الأغراض العلمية معروفة تماما ونرى في النياشونال جيوغرافيك التقارير العلمية التي تقوم أو التجربة العلمية تكون بعلم الدول وليس سريا كما حدث ولا أحد يصدق في العالم أن هذا يحدث لكن على النقيد أرى أن الصين تفوقت كثيرا في التجسس بطريقة غير معروفة حتى الآن ما نعرفه عنها أن الصين قررت أن الجمع البيانات والمعلومات هدف استراتيجي ومورد مثله كالتكنولوجيا كالأموال كالقوى العاملة هذا من ناحية من ناحية أخرى طورت سليب تجسسها على الولايات المتحدة حتى أنها منذ عام 2013 قامت بعمليات تجسس لجمع المعلومات وسرقة الملكية الفكرية تجاوزت بين 200 و600 مليار دولار سنويا أشهر هذه التجربة الكبيرة في التجسس وهذه كارثية للولايات المتحدة أن المتسللين الصينيين الهاكر اخترقوا خوادم شركة مارتين لوكيد العسكرية وحصلوا على مخطط طائرة F-35 الأكثر تطورا والأغلى في العالم ب400 مليار دولار وبعد عدة سنوات قاموا بإنتاج الطائرة الشبح G-31 الصينية التي تكاد تقارب تماما نفس الطائرة الأمريكية F-35 أيضا من ناحية أخرى قاموا باختراق سلسلة أوتلات ماريوت وسرقوا 500 مليون حساب بالأرقام بالتليفونات بالصور جواز الصفر هل يبرر ذلك وليد وعدرني إن قطعتك ما قامت به إدارة ترامب حقيقة ذلك الحضر على شركة هواوي التي كانت تريد أن تبيع تجهيزات لدول غربية حليفة لواشنطن فيما يتعلق بإنترنت الجيل الخامس أو الرابع بالطبع يبرر ذلك أيضا الصين لم تكتفي بذلك بل دخلت على مكاتب الوظائف وسرقت 4 مليون حساب 2 مليون موظف عامل و2 مليون متقاعد ودخلت على إيفايكوس الشركة الاقتمانية وحصلت على 148 مليون بيانات لمواطن أمريكي وهي تقريبا كل غالبية البالغين للأمريكيين وأيضا على الرعاية الصحية وحصلت على معلومات 78 مليون معلومات لمواطنين أمريكيين حتى أن بيل إيفانويليا كان رئيس مكتب مكافحة تجسس في عادة ترامب قال أن الحزب الشيوع الصيني استطاع اختراق كل البيانات لـ 80% من البالغين الأمريكيين والـ 20% من البيانات الشخصية هذا بالإضافة حتى في ملافة هواوي كما تقول إذن وكل هذه المعلومات والبيانات هي معلنة من قبل جهات رسمية أمريكية بالضبط كلها معلومات ليست تخمينات دعني أسأل الأستاذ نادر ما مبررات الصين عندما تكون أنشطة التجسس بهذا الحجم أستاذ نادر بالحقيقة أنا لا أعلم أن تقنية التجسس لدى الصين يعني تتفوق بهذه السرعة وبهذا الحجم المدهش وهنا في الصين لم نرى أي تقارير أو حتى نحن الأشخاص العديون يعني لم نتعرض للإختراق مثلا لبيانات الشخصية هناك الألية للحماية وكذلك هذه التقارير الأمريكية أعتقد هناك مبالغة في هذا الأمر وأعتقد في هذه ناحية الولايات المتحدة أكثر تفوق من الصين هناك من يرى ربما بأن المواطن الصيني لا يملك رفاهية إخفاء بياناته وهناك انتقادات للأجهزة والسلطات الصينية بأنها حتى في الشوارع تنصب كاميرات وأجهزة للرصد تتعرف على ملامح الوجه وقد وجهت انتقادات ذات الصلة لبيكين في هذا المجال عندما كانت هناك كاميرات ترصد حتى الفوارق الفيزيولوجية بين المنتمين للطائف الصينية المختلفة ومنهم الأويغور مثلا ليس بهذا الحد أعتقد هذا يعني لا أعلم لأنني في الداخل الصين لا أعلم القصة في الخارج حول الصين أصبح حتى هكذا لأننا نعيش يعني بالسلام وإطمائنا وحتى أظن لأنني سفرت لعدة دول الأوروبية وبالمقارنة مع الحياة في الصين يعني أنا أرى أن الحياة أكثر آمنة في الصين مثلا في الثالثة في الليلة نحن نستطيع أن نمشي في شوارع دون أي خوف من أي أعمال لذلك أجسس أعتقد أن يصل إلى هذه الدرجة أوكي وليد لديك تعقيم باختصار لو سمع باختصار أعتقد أن سيد نادر يعرف مشروع الدرع الذهبي الذي أقامته الصين على الإنترنت وعلى مراقبة كل الناس كل المواطنين وما يكتبونه وتجنيد لجان إلكترونية يوجهون الحديث وأيضا الإبلاغ عن المعارضين أو المنتقدين بالإضافة لمشروع سكاي نت الذي يقوم بطريقة أورويلية مثل كما قال أورويل مراقبة الناس بأشكالهم بالكاميرات حتى بطريقة المش وتقييم مدى الامتثال لموقف الحزب الشوع الصيني أو موقف الدولة فهذا موجود وهذا موجود أيضا طيب لكنك قبل قليل قلت بأن حادثة البارلون ليس لديها تأثير كبير على العلاقات بين بيكين وواشنطن هناك تطور أستاذ نادر أعود إليك وهو أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ألغى زيارة كانت مقررة إلى الصين على خلفية أزمة المنتاد أو البالون كيف ينظر إلى الخطوة الأمريكية في بيكين وباختصار لو تفضلت نعم ترى الصين أن هذه هو المبالغة في هذه الحادثة غير متوقعة لأن الحادثة غير متوقعة لأن كانت ترتيبات جاهزة وكذلك هذه الزيارة تأتي كانت تأتي بطلب من الولايات المتحدة فلذلك الصين تحترم كل الإجراءات الأمريكية بخصوص زيارة وزير الخارجية له وهذا ما تقوله هو شأن الأمريكي والصين تحترم بكل القرارات بخصوص الزيارة إذن الصين لا تلقي بالا على قرار الخارجية الأمريكية وعلى قرار بلينكين إن كان سيزور الصين أم لا هل تتفق مع هذا التوصيف أم أن الغاء الزيارة ضربت جهود تحسين العلاقات في مقتل تحسين العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية هو قدر لأن الصين والولايات المتحدة الأمريكية تعيشان على كوكب واحد وهذا الكوكب بدأ يصغر وهناك ضرورة للتنسيق بين القوى العظمى ونعرف أن الاقتصاد هو في أساس السياسة ونعرف أن الصين والولايات المتحدة الأمريكية تجلسان على غصن واحد في الشجرة من يقطع هذا الغصن يسقط هو والآخر ستسقط الولايات المتحدة الأمريكية والصين لذلك نرى مثلا الدول العربية مسرح مشترك للاستثمارات وللمشاريع الاقتصادية المستقبلية نرى إفريقيا مكان للاستثمار الصيني في الوقت نفسه يرى البعض أن الصين تحاول طورية الأفارقة بمشاريع كبرى تمهيدا لأن يصبحوا مجيونين لها لتضع يدها بالطريقة الناعمة على بعض المشاريع في الوقت نفسه الأوروبيون الألمان مثلا الفولزفاجن البي ام دابليو كلهم يتطلعون إلى استثمارات بالمليارات في الصين العالم أصبح قرية واحدة لا يمكن لأحد أن يقصي الآخر نهائيا ولكن هناك ضرورة للتفاوض لوضع أطور للعمل وإن كانت هناك توجهات أخرى على الأقل ما يعلنه السياسيون سنعود للتفصيل في بعض ما تفضلت بالإشارة إلى أستاذ جهاد لكن قبل ذلك نستمع إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أذل بدلوه في الجدل الذي أثاره المنطاد الصيني وقد وجد كلمات واضحة كما يقول مراقبون نتابع نحن على استعداد للعمل مع الصين بما يخدم مصالحنا ومصالح العالم ولكن كما أوضحنا فإذا هددت الصين سيادتنا كما فعلت الأسبوع الماضي فإننا سنرد لحماية بلدنا وهذا ما فعلناه إذن تصريح حمال أوجه كيف تنظر إليه وليد هل هو يحمل نبرة تصالحية أم العكس أنا أعتقد أنه يستخدم التصالح والضغط هو يحاول أن يقول وحتى قالها في لقاء صحفي مؤخرا بعد خطاب حالة الاتحاد أنني أخبرت الرئيس الصيني أننا ستنافس معا ولكننا لا نريد أن نصل إلى النزاع وقال أيضا أنني قلت له في عبارة أنني لا أهددك لكنني أحذر أو أنبه أن علاقاتنا القوية الاقتصادية كما قال دكتور جهاد قوية ومهمة جدا وأنتم تحتاجوننا لهذه العلاقات الاقتصادية فمن ناحية هو يحاول أن يضع الأمر في نطاقي حتى أن الخارجية الأمريكية أعلنت أن بلينكين لم يلغي زيارته ولكنه أجلها إلى أجل غير مسمى بالإضافة إلى هناك معلومات أعتقد هناك تنوع في الأذرع التي تلعب هناك معلومات أن في نيفادا الأمريكية هناك تدريبات على طائرات F-35 لتواجه طائرات الشبح الصينية في الاستعداد إلى وجود حرب في تايوان قريبا ربما في عام 25 ومن ناحية الأخرى أننا لا نريد أن نصل إلى هذا النزاع لكن العلاقات الصينية الأمريكية تحكمها أعتقد هناك حدثاً مهمان حدثاً العام الماضي اتفاق الصين وروسيا في يوم 4 فبراير سمي اتفاق استراتيجي بلا حدود ويرفض الهيمنة الانفرادية الأمريكية على العالم ويطالب بالتعددية القطبية مجتمع متعدل الأقطاب وأيضاً هناك اجتماع هام جداً حصل في 18 مارس 2022 بين بايدن والرئيس الصيني أعلن فيها الرئيس الصيني أو الخارجية الصينية أعلنت قبلها فور الاجتماع أننا لن نقبل بأي تهديدات أمريكية وأي محاولات أمريكية للإضرار بالصين أو بشركاتها أو بمواطنيها سنرد بقوة وهذا يجب أن يؤخد بالحسبان بلا أوهام ومن ناحية الأخرى الرئيس الأمريكي يومها قدم مبادرة صالحية قال إننا لا نريد الصراع مع الصين ولا بناء تحالفات ضدها وإننا مع صين واحدة وإننا نريد التعاون الأوثق مع الصين وكانت زيارة بلينكين هي إحدى الخطوات التي تدهى في هذا الاتجاه وما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين الأمريكي والصيني أستاذ نادر هل الصين تعني ما تقول عندما تلوح برد صارم دفاعا عن مصالحها تجاه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين والعلاقات التجارية بين الصين والاتحاد من جهة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من جهة أخرى تتجاوز ألفا وخمسمائة مليار دولار سنويا طبعا صين الآن أصبح الأقوى من الماضي وكما قال رئيس صيني الأيام التنمر على الصين قد ذهب بالراجع فلذلك طبعا الصين تريد المساوات يعني الحديث مع شركائها ودول العالم بشكل أعلى المساوات وباحترام المتبادل ولا يمكن للولايات المتحدة أن تتحدث مع الصين وهو في مكان أعلى وينظر هكذا يعني الصين لابد أن تدافع عن مصالحها الجوهرية وسيادتها ووحدة أراضيها فهذا يعني يجب على جميع الأمم أن تفعلوا هكذا يعني الحفاظ على كرامة الأمم فهذا هو يعني مفهوم الصين ولكن هذا لا يعني أن الصين تريد المواجهة مع الولايات المتحدة فالصين ترى يعني المعجزة الاقتصادية التي خلقتها الصين هو بمبدأ التنمية السلمية والإجراء والتعاون مع مختلف الدول العالم رغم وجود الخلافات وترى الصين أن هذا العالم يعني كبير جدا يمكن استعمال تطور مشتركة لدول العالم فإذا تعاون يمكن أن يأتي بالفوز المشتركة وليس يعني العلاقات بين الدول الآن ليست اللعبة السفرية بل يجب التنقص أن يكون شريفا ويجب أن يكون السباق للتقدم وليس السباق لإحتوال آخر وضرب آخر وإن كان هذا التفوق الصيني مهدد بالنظر إلى الخطط الغربية للتخلي عن الاعتماد الكلي على المصانع الصينية سنعود إلى هذه النقطة ولكن قبل ذلك أستاذ جهاد قلت قبل قليل بأن الصين والولايات المتحدة تجلسان على ذات الغصن من الشجرة وإن أحدهما قطع هذا الغصن سقط الإثنان هل تتفق مع من يرى؟ هناك رأي آخر يرى بأن البلدين دخل منذ فترة في خضم حرب باردة لا هودة فيها الحروب دائما هي باردة واستثناء هي حامية الحرب ليست دائما بالمدفع الحرب أولا بالاقتصاد والسبب هو الاقتصاد إجمالا وإذا رأينا إذا تابعنا خطاب الرئيس بايدن نرى أنه موجه إلى الصين بلغة مزدوجة لغة الاستعداد للحوار والدعوة إلى الحوار ولغة التهديد والقسم الثاني مواجه للأمريكيين لدغدغة الشعور الوطني واعتمد أظن مقولة فيديبيدس العداء اليوناني الذي وصل إلى مز الشيوخ أيضا ولكن اليوناني وليس الأمريكي قائلا النصر لنا بعد معركة الماراثون وهنا قال الرئيس الأمريكي ديمقراطيتنا لا تهزم لأن المعركة في الماراثون كانت بين الديمقراطية الأثينية اليونانية والديكتاتورية الفارسية في ذلك الوقت وقد أوقفت الزحف الفارسي باتجاه أوروبا وإلا لما كنا هنا اليوم كان التاريخ قد تغير إسكندر المقدوني لذلك الرئيس الأمريكي يحاول القول أن الولايات المتحدة هي القوة العظمى في العالم وهي الرقم واحد وعلى الصين أن ترضى بالمرتبة الثانية بالميدالية الفضية عساها أن ترضى بذلك أستاذ نادر هل سترضى الصين بالميدالية الفضية وأن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية أو تتنازل للولايات المتحدة الأمريكية عن الصدارة والميدالية الدهبية بهذا المعنى الصين لا تريد أن تبدل الولايات المتحدة في كيادة العالم ولا تريد سين أن تصبح الشروطات العالم كذلك يعني السين ما تريده هو فقط أن تصبح أحسن مما كان عليه مقارنة مع نفسها ولا تريد السباق مع الولايات المتحدة وهو السين يمكن أن نرى خلال الأربعين عاما الماضية السين لا تتدخل في شؤون الآخرين مثل الولايات المتحدة والسين تركز جهودها على التنمية الذاتية والتنمية الاقتصادية وتحسين معيشة الشعب فأنا شخصياً أوقف هذا العصر ومنذ صغر هناك مقارنة كبيرة يعني هناك تقدم كل يوم وهناك بنايات وهناك تجدد وحياة يعني تعني أمن يكافح يحصل على الخيارات فهذا هو نمط حياة الآن لمعظم السينيين يعني نحن نقول نكافحون من أجل الحياة الأفضل طيب لكن ذلك قد يتغير فقد أظهرت أزمة كورونا والهجوم الروسي على أوكرانيا مدى خطورة الاعتماد على مصدر أساسي للواردات ولذا تسعى الولايات المتحدة في المقام الأول إلى فكرة طباطها بالصين نتابع بناء أمريكا أفضل هذا ما وعد به الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا عند افتتاحه لمصنع أشباه مواصلات جديد في أريزونا تابع لشركة تي أس أم سي التايوانية لكن الرسالة الأهمة في ذلك اليوم كانت أبقوا الصين بعيدا وخاصة عن إنتاج تقنيات رئيسية مثل هذه التعامل فقط مع دول صديقة أو دعم الأصدقاء كان شعار الساعة والنتيجة شركات صينية مثل هواوي تراجعت طلبياتها في الولايات المتحدة بشكل كبير وبدلا من بيع هواتف محمولة في أمريكا تريد الآن الشركة التركيز بشكل أساسي على الأتمتة في الصين فكل ارتباط بين الاقتصادين يسير بخطا سريعة عسكريا أيضا تسير الولايات المتحدة على نهج المواجهة كرجع للتحرك العدواني للصين في بحر الصين الجنوبي وتجاه تايوان تستعرض الولايات المتحدة تضامنها الواضحة مع الدول الديمقراطية المجاورة مثل اليابان أو مؤخرا الفلبين فما هي الخطوة التالية في المواجهة الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية بين الجانبين سنبدأ بالإجراءات الاقتصادية أولا وسؤالي لك أستاذ نادر كيف ينظر في الصين إلى السعي الأمريكي لفك الارتباط بالمصانع الصينية وفك الارتباط بالصين كمصنع للعالم؟ أعتقد هذه الخطوة كالحرب التجارية لا تفيد أي طرف يعني الشركات الأمريكية والشعب الأمريكي ستتضرر كذلك بهذه الإجراءات لأن نحن يجب في العصر الأولامي يجب أن نحترم قواعد السوق أو تجارة الحرة وهناك السلاسل التوريد العالمي وهو قائم على القواعد السوق فإذا كان هناك أي تسيس أو إجراءات يعني الإدارية تتدخل في هذه القواعد وتخليلها فستكون خسائر للجميع فلذلك الصين رغم أن هناك تأثيرات سلبية على مدى قصير ولكن الصين ستعمل على تدوير نفسها ويعتمد على نفسها فهدف الولايات المتحدة لإفشال الصين في هذه الصناعة لن تنجح في النهاية حتى وإن اعتمدت على نقلي وسؤالي لك وليد العديد من المصانع شركات أمريكية كثيرة ومن بينها شركة آيفون مثلا بدأت تنقل جزءا من صناعاتها إلى الهند ودول آسيوية أخرى هل تعتقد بأن هذا المسعى الأمريكي يمكن أن يكلل بالنجاح؟ أعتقد أولا أنه ليس حرب تجارية يعني فكرة رهن مقدراتك كلها في يد دولة واحدة كما فعلت ألمانيا على سبيل المثال في الغاز مع روسيا هذا أمر غير طبيعي بالمقابل الصين ذكية أنا يعجبني الأستاذ نادر الصين وأرد عليه بما قاله الرئيس الصيني تشي جين بينك نفسه حين قال إننا لا نسعى للهيمنة العسكرية أو الاستراتيجية ولكننا سننتظر حتى تهوي قلاع الدول الأخرى أمام القوة الناعمة الصينية وهو الاقتصاد الصيني بالطبع الصين لم تدقل حروبا في الخمسين عاما الماضية لكنها تقوم بحرب اقتصادية في التغلغل والابتلاع التي تقوم فيه في دول عديد من دول العالم حتى في مسألة هواوي ترامب لم يكن مخطئا في ذلك أن الصين حولت شركة هواوي من شركة صينية مغمورة إلى واحدة من أكبر الشركات في العالم بـ 75 مليار دولار حتى أن هواوي خفضت أسعارها أمام المنافسين بـ 30% وكانت أيضا تدعمها لتكون هي صاحبة البنية التحتية للجيل الخامس للهاتف في كل أنحاء العالم وهو ما رفضوا ترامب وأيضا رفضه الرئيس بايدن وبدأوا يواجهناه بإجراءات عديدة منها دعم أو جعل المدعي العام الأمريكي يواجه ذلك حتى شركة أبل وتسلا وجهوا بضغوط صينية حادة بعدم نقل أي بيانات من الداخل الصيني إلى الخارج حتى أنهم قبلوا ذلك وآبل فكت تشفيرها في الصين بينما على سبيل المثال مايكروسوفت ولينكت إن رفضت ذلك وأغلقت مشاريعها الصينية بالطبع من حق الولايات المتحدة ومن حق الغرب بوجه عام أن ينوع مصادر احتياجاته كما من حق أي دولة في العالم وكما تقوم الصين لضرورة لوجستية صرفة وقد ثبت ذلك خلال أزمة كورونا هناك أدوية لم تعتصل إلى الاتحاد الأوروبي مثلا لا تتحول إلى أمن قومي وليس مجرد اقتصاد وكما نعرف الاقتصاد هو سياسة بصورة واضحة إذن هناك أرقام تعكس ما نسمعه من تهديدات من قبل الاستراتيجيين الأمريكيين بأنهم يتجهون نحو الاستغناء عن الصين كمورد أساسي حجم التبادل التجاري بين العام 2021 والعام 2022 المنصرم زاد بنسبة 10% والميل في هذا الميزان لصالح الصين ما قراءتك لهذا الرقم؟ صحيح أن الولايات المتحدة تحاول الاستغناء عن الصين لكن الصين لا تستغني عن الولايات المتحدة والدليل أن معظم الفائض الصيني بالأموال يوظف في الدولار الأمريكي والهدف هو القلعة الكبيرة الولايات المتحدة إذا قررت الصين الاستغناء عن هذه المحافظة المالية سيهوي الدولار هبوطاً وستسبب بكارثة للولايات المتحدة الأمريكية والصين في الوقت نفسه لذلك أعود إلى مقولتي وهي أن الاثنتين تجلسان على غصن واحد الاقتصاد عبر العالم لم يعد اقتصاداً معزولاً لم تعد قلعة محاصرة الذي هو في داخلها يريد الخروج منها والذي هو خارجها يريد دخولها لا الاقتصاد العالمي أصبح في سلة واحدة على القوى العظمى وعلى كل الشركاء في الاقتصاد العالمي لكن كيف تفسر أستاذ جهاد إذا كان هذا هو واقع الحال على كل الشركاء والقوى الدولية التفاهم ضمن هذه القلعة التي كما وصفتها كيف تفسر هذه الحرب الدروس بين واشنطن وبيكين فيما يتعلق بالرقائق الإلكترونية وأنصاف النواقل كل هذا يدخل في إطار الحقوق الفكرية تحدثنا منذ قليل وتحدث الأستاذ وليد عن التقنيات المتوفرة عند هذا الطرف أو ذاك الحقوق الفكرية التي تركز عليها الولايات المتحدة الأمريكية تركز عليها لأنها أكيدة أنها تتفوق على الصين في هذا المجال وطبعاً الصينيون يحاولون اللحاق بالركب لكن هذا ليس دون ثمن تحاول بعض الشركات الحصول على أموال إضافية نوع من رشوة إذا أردت ولكن مع الوقت التكنولوجيا الهامش التكنولوجي أصبح يضيق بين الدول أصبح الناس هامش تفوق لكن هناك من يرى بأن الصين تواجه معضلة كبيرة مع الحضر الأمريكي على بيع الرقائق الإلكترونية الأمريكية إلى الصين ألا يكشف ذلك؟ وسؤالي لك أستاذ نادر في بيكين ألا يكشف ذلك تفوق الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموماً على الصين في مجال التكنولوجيا الدقيقة؟ وباختصار لو سمحت هناك يعني طبعاً ستواجه الصين الصعوبات على مدى قصير إذا كان منعت الولايات المتحدة تستيراد كل هذه الرقائق إلى الصين ولكن كما قلت الصين هذه الخطوات لن تمنع تقدم الصين مثلاً في مجال الفضاء كذلك كان ملايات متحدة ترقل مشاركة الصين في بناء محطة فضاء الدولية ولكن بعد جهود صينية ويعتماد على نفسها صين بنت محطة فضاء لنفسها فلذلك ما أريد أن أقوله فليس البلدين تجلسان على غسل واحد فحسب كل الدول نحن الألمانية ودول العربية أيضاً نجلسان في غسل واحد وصفين واحد لذلك الصين تدور إلى التعاون ونحن بناء المصير مشتركة للبشرية طيب سؤال الحلقة طرحناه على متابعين على الفيسبوك وجاءت أجوبة كثيرة لربما يختزلها الأستاذ محمد سلمان إبراهيم في ما ذهب إليه إذ قال تحاول واشنطن ركوبة مقومات الصين التجارية والمالية لذلك تتحرج كما يقول ببيكين حيناً بعرض عضلات عسكرية ومناورات وبيع أسلحة إلى تايبي وتقديم تسهيلات المالية وتجارية إلى ببيكين حيناً آخر هل تتفق مع هذا التوصيف وليده باختصار؟ ربما أرى أن المسألة هناك مزيد من الضغوط المتزايدة الصين عسكرياً بجيش قوي بتحالفات كبيرة طريق الحزام والحرير الاتفاق التبادل الشامل الـ 2.1 مليار الاتفاق الأوروبي الصيني ومنظمة شنغاي الصين باتت أقوى من أن يتم منعها أو تعطيل ربما تعطيلها الولايات المتحدة تحاول تعطيلها إذن هل تتجه العلاقات؟ بالنظر إلى ما تفضلت بقوله الآن نحو التصعيد أم العكس باختصار؟ أعتقد العكس وربما هذا يفسره عبارة قالها الرئيس بايدن في الساعات الأخيرة حين قيل له أنك كنت جباناً لم تتعامل مع الصين بصورة سريعة قال هذا كلام فارغ نحن في صفقة مع الصين ونعرف ماذا نفعل أي أن هناك صفقة غير معلنة بينهم ما هو المسموح وما هو الممنوع والباقي مجرد عض أصابع إذن حادثة المنطاد هل تعزز أو تزيد منسوب التوتر أم العكس؟ أظن أن حادثة المنطاد ستكون دافعاً إلى خلق آلية متطورة أكثر للعلاقات الأمريكية الصينية وبالتالي ستذهب الأمور إلى التهديئة وإلى مزيد من تقاسم الحصص وعلى الأقل الاعتراف المتبادل بالخطوط الحمر لكل من الطرفين الخطوط الحمر والاعتراف بها من قبل كلا الطرفين أستاذ نادر رغم تصريحات الطرفين التصعيدية هل ينظر في بكين إلى حادث المنطاد على أنه مؤشر أو تصعيد جديد أم العكس أنه لربما سيخف المنسوب التوتر من جنب الصين فصين لا تريد تسعيد وتريد تقفيف التوتر بين البلدين وهذا يتوقف على سلوة التحركات الأمريكية في المستقبل ولكن الصين هذه الحادثة تعتبر اختباراً لنية الولايات المتحدة السادقة لجهات سين وتذلك مع الهدفة مع الهدفة للأسف الشديد لم أسمع كلماتك الأخيرة أستاذ نادر رونغ هوان شكراً جزيلاً لك كنت معنا من بكين عبر خدمة سكايف وهنا في الستوديو أشكر الأستاذ جهاد جيرجيس الصحفي والباحث السياسي كما أشكر وليد الشيخ الصحفي والمحلل السياسي والشكر موصول لكم أيضاً مشاهدين الكرام نهاية برنامجكم بتوقيت برلين وهذا أحمد عبيدة يحييكم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر